أقفلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي على أرتفاع بشكل طفيف اليوم الخميس في بغداد وأربيل عاصمة وإقليم كردستان. وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152.450 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152.300 دينار عراقي لكل 100 دولار. وشهدت أسعار البيع في محل الصيرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151.500 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل سجلت دولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152.300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152.200 دينار لكل 100 دولار. ترجمة نانسي قنقر